وصل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل مملكة البحرين الشقيقة إلى البلاد اليوم في زيارة أخوية للدولة وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدان الهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد لعلان القوات المسلحة في مقدمة مستقبلي جلالته لدى وصوله مطار الرئاسة في أبو ظبي وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدان الهيان مع أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال لقاء عقد في مجلس قصر البحر العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها في جميع المجالات واستعرض سموه وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى عددا من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وآخر المستجدات على الساحتين الخريجية والعربية خاصة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة في إطار حقها للرد على هذا الاعتداء الغادر الذي يتنافى مع جميع العراف والقوانين الدولية والقيم الإنسانية وعبر جلالة الملك حمد بن عيسى عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها للهجوم الإرهابي الغادر الذي قامت به ميليشيا الحوثي على المنشآت المدنية في دولة الإمارات مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب شقيقتها دولة الإمارات في مواجهة كل ما يهدد سيادتها وأمنها واستقرارها موسيقى